موسيقى مشاهدين العزاء أرحبكم في حلقة اليوم من سؤال جريء وهذه الحلقة هي الجزء الثاني الذي يشرح لنا الهجرة وغزوة بدر ومعي طبعا الدكتور عماري لترطية هذه الحلقة من ناحية تاريخية أهلا بك دكتور عماري أهلا أخ رشيد ومرحبا بجميع الإخوة المشاهدين قبل أن نبدأ هذه الحلقة أحببت أن ألخص لكم الحلقة الماضية حتى نتذكر جميعا أهم النقاط التي جاءت فيها ونكمل النقاش في نفس الموضوع أولا رأينا دوافع الهجرة رأينا أن دوافع الهجرة لم تكن الفرار خشية الفتنة في الدين بل كانت من أجل مخطط واتفاق بين محمد والأوس والخزرج للإغارة على قريش والقبائل المجاورة وسلب أموالهم ونسائهم وأيضا الهجرة ساعدت على التفريق بين العائلات وعلى عزل المسلمين عن الآراء الأخرى المخالفة حتى لا يتأثروا ويرجعوا إلى رشدهم رأينا أيضا نقطة أخرى هي حجة الاضطهاد التي يستعملها المسلمين رأينا أن الهجرة أو الاضطهاد في مكة لأقلية من المسلمين لم يكن بسبب الدين أو الاعتقاد بل بسبب أن المسلمين كانوا يستفزون قريش وأرادوا فرد دينهم على الأغلبية والتفريق بين العائلات فكان الاضطهاد لقل قليلة رأينا أيضا عدد المهاجرين وحالتهم المادية المسلمون يقولون أن بدر كانت الاسترداد أموال المسلمين مهاجرين لكن رأينا أن عدد المهاجرين الأوائل لم يكن إلا بضع عشرات وجلهم من الصغار في السن أو العبيد المهمشين من المجتمع وبالتالي هذا يناقض قول المسلمين رأينا أيضا أنه في المدينة أول ما وصل محمد للمدينة قام بتأسيس دستور جائر ظالم فرق بين الناس على أساس ديني هذا كافر وهذا مسلم وأيضا دم الكافر جعلوا أرخص من دم المؤمن وفرد على اليهود تمويل الصرايا والحروب شاءوا أم أبوا لا خيار لهم وفرد عليهم إقامة جبرية في المدينة شيء آخر في هذه الحلقة نحاول تكملة الموضوع والمرور إلى غزوة بدر أول سؤال عندي لك الدكتور عماري أنه اليوم في الأفلام الوتائقية إلى غيره نرى أن المسلمين يرسمون صورة قاتمة لأهل القريش يحاولون أن يظهرهم بشعين ليس لهم أخلاق حتى اليهود لما نرى الأفلام الدينية نرى حتى اليهود في أشكالهم واللحايا اللي بيعملوا لهم بيعملوا لهم أشكال بشعة بغرض تحسين صورة الإسلام أمام المخالفين أو الذين عارضوا فمن بين هذه المحاولات أنه يحاولوا يرسموا مثلا قريش على أنهم كانوا أشرار ولذلك جازة لمحمد وأصحابه قتلهم في بدر وسلب أموالهم واعتراض عيرهم هل هذه الصورة طابق الواقع التاريخي؟ طبعا لما نقرأ كتب التاريخ نلاحظ أنه شعب مكة شعب حضاري بالمعنى الصحيح يختلف عن شعب المدينة اللي هو شعب همجي شعب بربري شعب يؤمن بالغزو وسرقة أموال الآخرين ويعني سرقة النساء حتى لا يقولوا بأننا نحن نتحامل أن أريد أن أستشهد بمؤرخ مشهور أنه جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الرابع صفحة 20 يقول أريد أن أقرأها وقد علمت الطبيعة أهل مكة أنهم لا يتمكنون من كسب المال ومن تأمير رزقهم في هذا الوادي الجاف إلا إذا عاشوا هادئين مسالمين يدفعون الإساءة بالحسنة والشر بالصبر والحلم والكلام السيء البذيء بالكلام الحسن المقنع المخجل لاحظ يعني عندهم صفات رائعة فتغلب حلمهم على جهل الجاهلية وجاءت نجدتهم في نصرة الغريب والذبع عن المظلوم والدفاع عن حق المستجير بهم بأحسن النتائج لهم فصار التاجر والبائع والمشتري يفد على سوق مكة يبيع ويشتري بكل حرية لأنه في بلد آمن أخذ سادته على أنفسهم عهدا بأن لا يتعدى أحد منهم على غريب يعني أنه نظرا لانشغال مكة بالتجارة بتعدوا عن أي شيء فيه ظلم أو إساءة بل وفروا أجواء للتجارة كمان صاروا يعني الإساءة يواجهوها بالحلم والصبر يعني عندهم صفات حضارية نحن العرب يجب أن نفتخر بها يعني هذا جزء من التاريخ العرب القديم ما قبل الإسلام لكن الإسلام أعطوا صورة سيئة عن هذا الشعب الحضاري اللي كان نسبة للقبائل اللي أيدت محمد كان كثير أسمى وأرفع يعني هو أسمى من الأوس والخزرج والصعاليك اللي كان حوالي المدينة والصعاليك والغفار ومزينة تعرف خطولة اللي هم وكلهم صراق الحجاج التاريخ الإسلامي يحول أن يصور ما قبل الإسلام على أنه جاهلية ومظلم وما فيش أخلاق وما فيش حقوق وما فيش أي شيء والآن نقرأ في جواد علي صورة مغايرة أيوة كمان شوف حلف الفضول تحالفوا قال لا يظلم أحد بمكة إلا قام معه حتى ترد ظلامته هذا نسب قريش للزبيري يعني تحالفوا مع بعض أنه إذا واحد ظلم في مكة ما يهدأوا حتى ترد ظلامته يعني ينجدوا يرجع له حقه هذا بعكس دستور محمد في المدينة فضل المسلم على أي واحد غير مسلم فكيف هذا الشعب يستحق القتل هذا يستحق الاحترام شعب من هالنوع وقد ذكر السعالي بأن قريشا صاروا أدها العرب وأعقل البرية وأحسن ناس بيانا لاختناطهم بغيرهم أدها يعني أكثر حكمة أكثر حكمة فتركوا الغزو كراهة السبي واستحنال الأموال إلى غير ذلك من أمور جلبت لهم الشهرة والمكانة هذا السعالي بمتأسف الجاحد يقول وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتلامس والتشديد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحنال الأموال واستحسان الغصوب فلما تركوا الغزو لم تبقى مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى قيصر إلى آخره يعني هما تركوا الغزو والسبي والحروب اللي بتلجأ لها قبائل جنبهم زي الأوس والخزرج وغفار والصعاليك واشتغلوا بالتجارة يعني هذا شيء يحمد عليه بعدين شيء ثاني أشراف ما كان يقتلوا في بدر أو اللي هم بسميهم محمد أمة الكفر وبتلاقي أنه التاريخ الإسلامي يفتخر في قتلهم هم جمعة كويسين شوف خلينا أقرأ لك أبو حكم هو اسمه عمرو بن هشام بالمغيرة سمى محمد أبو جهل لأنه لم يعني تغاد من كلمة أبو الحكم تغاد منها زعل لأنه أبو الحكم يعني هو أبو الحكمة فخلينا أقرأ لك مثلا في المحبر للبغداد يقول فكان من رجال بني مخزوم المعدودين وقد كناه الرسول بأبي جهل لأنه كان يكنا قبل ذلك بأبو الحكم فاشتهر بهذه الكنية حتى لم يعد يعرف بها إلا بها إلا بها بالإسلام المحبر صفحة 19 دار الندوة ما كانش يدخلها إلا اللي كان عمره 40 سنة دخلها أبو جهل أو أبو الحكم بيقولك دخلها أبو جهل وهو ابن ثلاثين لجودة رأيه طب هذا الشخص كان دكي وحكيم شعبه قرش عرفوا فيه أنه رأيه جيد وهو عمره 30 سنة أدخلوا لدار الندوة حتى قبل 10 سنوات من بلوه السنة فتايف نقول عنه أبو جهل طب إذا ما اتفكتش معك بالرأي أنت بتيجي بتحكم عليه أنه أبو جهل هذه عادة المسلمين في كل تاريخ ويكبر محمد في هذا عندما قطع رأسه يعني يا إما تعترف بمحمد يا إما عندك جاهل حتى لو كنت أحكم الحكمات هذا أحكم الحكماء من شعبه يعني هذا شيء غريب جدا خلينا سهيل بن عمره اللي أسره محمد يعني في بدر وربط يده على عنقه ربط على عنقه محمد نفسه شهد عنه باعه رابط أدياء على عنقه بقول هذا الذي كان يطعم بمكة الخبز هذا الواقدي المغازي الجزء الأولي يعني كان يطعم الناس كان يطعم الناس الخبز كل يوم يعمل بأدبة كبيرة يطعم الفقراء طب هاي صفات جيدة ليش نقول إنه هذا يعني يجب قتله أو يجب أسره وكذا منه إنه هذا مسكين طلع لبدر يدافع عن قافلته بعدين في شيء ثاني الوليد بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من أشراف مكة وسادتها أنا بقرأ من جواد علي هلا وقد عرف بين قومه بالعدل وذكر أنه إنما عرف بتلك لأنه كان يعدي القريش كلها كان له مال وزحه بالطائف يعني هذا الزلم عرف بالعدل عرف بالعدل غني جدا صار يوزع أمواله على الفقراء في الطائف إذن هذا شخص جيد ولا لا أنا بعتبر هذا الإنسان أهم بكثير من رؤساء الأوس والخزرج اللي بدل ما يوزعوا أملاكهم على الفقراء هذا تم شتمه في القرآن في كذا موضوع بقول لك مات بعد الهجرة ثلاث شهور فهو يتصف العدل بعكس محمد في المدينة اللي وضع دستور ظالم ولكن الشيء المحزن أن الوليد جعل كشخصية متغطرسة في الإسلام يعني شو ورجينا هذا بورجينا الإسلام عكس الصورة يعني أفضل رجالات العرب في تاريخهم جعلهم جماعة أشرار بينما لو كانوا هذولا عند أي شعب في العالم لقدرهم لا وضع عندهم لعوحات لا وضع عليهم تمثيل وافتكر فيهم أن أشخاص من هالنوع عاشوا في جيل جاهلي ولكن يهتموا بالفقراء شاهد هذا في عرف الإسلام أنا أعتبره هو أفضل بكتير من الفترة الإسلامية بالزر بالزر ومحاولة تشويه الصورة هي لتبييد الإسلام فقط فالإسلام يحاول على حساب العرب أن يبيد صورته أنه هذا ما كانوا يعرفوا أي شيء حتى سنوها لتباما نأتي للسؤال الثاني محمد الآن حاول اعتراض عير قريش هذه الخطوة يجب أن نفهم خطورتها ما خطورة إقدام محمد على نهب تجارة مكة ولم كانت بدر أولى هذه المحاولات سنعرف أنه كان في محاولات تانية فما خطورة أن محمد يستو على تجارة قريش هو لازم نفهم أنه تاريخ التجارة في شبه جزير العربي خاصة في اليمن تعرف أن الحميريين في القرن الثالث احتلوا سبق فورسوا التجارة السبقية التي كانت تسيطر على التجارة الجاي من الهند ومن الخليج العربي الفارسي بالتجاه للخصيب فبالتالي أصبح الحميريين هم سادة التجارة في غرب شبه جزير العربي إلى أن في القرن السادس أنه سنة 525 ميلادية بعدما صار موضوع نجران وأجل الحبش يحتلوا اليمن اللي صار أنه الحميريين بطل عندهم هالقدرة لأنهم احتلوا أنهم يعملوا تجارة فمين أخذ زمام الأمور؟ أخذت مكة طبعا أيضا مكة صارت هي المركز التجاري الحكم الفارسي اللي بدأ يعني أنهى حكم الحميريين أيضا في سنة 577 لأنه بعدين أجى سيف بن ذي يزن سنة 575 لـ 577 رد استعاد السلطة للمحميريين فأجوا الفرصة احتلوا اليمن لما احتلوا الفرصة اليمن طبعا يستطيعون تاجروا مع مين مع الهلال الخصيب لأنه تحت البيزنطينيين فمين يستغلوا الفرصة؟ وريش يعني بعدما خليني نقول أزمة حصلت في اليمن انتقل المركز التجاري لمكة بالضبط الباحث بدي أستشهد في وط في كتابه محمد آت مكة يقول بأنه في غرب شبه الجزيرة العربية ابتداء من القرن السادس الميلادي سيطرت مكة على التجارة في غرب شبه الجزيرة العربية فإذا محمد كان يعرف أهمية التجارة لمكة كان يعرفها وعرف أنه ضرب تجارة مكة معناته قتل مكة قتل مكة ومش بيش تأثير على القبائل الأخرى لأنه القبائل الأخرى مثل ما منفهم من السعالبي في ثمار القروب كان لها مشاركة كان لها ربح من القوافل المكية يعني تأخذ ربح لأنها كانت تحمل قوافل تؤمنها بنص عليك فمش بس هيك كانت مكة أيضا سوري متأسف بدي أنتقل ليش بطل هذا معلش 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 أنا حديك فرصة بعد شوية أنك تشتغل عليه لكن المهم مشرح للفكرة الآن كانت مكة أنها يعني تأخذ بعض البضائع من القبائل وتبيحها لصالح القبائل فبالتالي كان ربح للقبائل وانتشرت يعني مكة يعني قوافلها ذهبت إلى غزة وغزة كان مركز مهم سفن تتجه فيه إلى حوض البحر المتوسط اتجهت قبائلها لبصر الشام اتتهج للحبشة طبعا عن طريق السفن الحبشية إلى الحيرة فبالتالي لما أنت تخنق مكة مثل ما أنت تخنق النيل تمنع النيل عن مصر طيب لأنه أنا عارف أنه كل المعلومات عندك دكتور عماري لحظة أنا عارف كل المعلومات عندك موجودة في يعني البرزنتيشن اللي عملها فأنا أطلب من المخرج أنه يضع لنا فاصل حد ما تستعيد البرزنتيشن بتاعك وبعدين نكمل الحلقة نتوقف مع فاصل بعد ما نزلت في مطار هيوستن تاكسس من الأردن إلى أمريكا تميت للكلية الحربية العسكرية وتخفشت بعد فترة من زمن ملازمة تانية في الأردن كأي إنسان بيجي لأمريكا ما بعرف نعاس اشتغلت بس بوي ديش واشا جانيتر من الانتحار إلى الإيمان من الإسلام إلى المسيحية كنت بطلب أن أشوف واحد واحد ينصحني يساعدني يحكي لك شو أسوي واحد من أقوى الاختبارات على برنامج سؤال جريب ناسف مشاهدين لهذا العطل التقني لكن نعود لتكملة الحلقة مع الدكتور عمري وكان سؤالي أنه محمد كان يعرف أنه اعتراض عير قريش أنه سيحطم مكة اقتصاديا لذرا لدورها وكانت مرتكزة مئة بالمئة على التجارة مش مثل القبائل الثانية اللي كانت تغير على الناس وتسلب أموالهم أو تأخذ من الحرب ووادي قاحل ما كانش في زراعة بالتاني كانوا يعتمدوا على التجارة فإنما أنك أنت تقطع تجارتهم أنت قتلتهم قتلت حياتهم هل بتشوف بأن هذا كان عدل لنفرض أنه خلينا نصدق المسلمين أنه المسلمين اتطهدوا وأنه شخص عمل لهم هذا هل ممكن تقتل قبيلة كلها اقتصاديا لمجرد أنه أشخاص منهم مثلا اتطهدوك هذا غير يعني هذا ظلم هذا ظلم يعني لو أنك بتناقش الآن في الأمم المتحدة بتلاقي أنه ظلم كبير جدا أنك تيجي عصابات من الصعليك يعني يخنقوا قبيلة كلها هاي مشكلة كبيرة طيب خلينا نجي للسؤال الآخر إيه الأسباب والعوامل اللي خلت معركة بدر تقوم يعني هل في أسباب وإيه الستراتيجية اللي اتبعها محمد هو يعني ازدياد الخاصة بداءا من نهاية السنة الأولى من الهجرة ازدياد عدد المهاجرين أولد مشكلة كبيرة فصاروا بحاجة لأموال صاروا عالة على الناس بالضبط خلينا أستشهد لك في مسند الإمام أحمد لأنه نحن نحب لأنه بعطينا نقرأ مسند لأن المسلمين يزعلوا من الفتحة والضمة طبعا أنا مهاجر أنا مهاجر صار لعشرين سنة أنا عارف مش مفروغ أني أقرأ مية بالمية أنا عارف لكن الأخوة المسلمين ما عليش نحن نسد هذا الجانب حتى يركزوا على المحكوة طيب عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله ليس أحد يقبلنا مسند الإمام أحمد يعني صار يجي مهاجرين و ما حدا يقبلهم في في أعرف كيف في المدينة وهاي يعني سبب مشكلة كبيرة الشيء الثاني أي القبائل اللي كانت بين المدينة وبين يعني البحر حيث كانت تعبر يعني قواف القريش عمل محمد محى معاهدات ضد قريش مثلا جهينة ومزينة أي هذولة أول شيء كانوا متحالفين مع المدينة أي وعمل محهم معاهدات وكانوا باعتمدوا في الطعام على المدينة قبيلة أسلم لما هاجر محمد تعاقد مع زعيمهم بريدة بين الحصيب وأسلم بريدة وفرض الإسلام على ثمانين يعني باختصار محمد عمل هدنة مع قبائل اللي اللي ممكن تسبب له مشكلة لو اعترض عير قريش عمل معاه مهادنة وبعدين صار يخطط لفقط خنق قريش خلينا هنا بالخارطة بورجي جهينة كانت مسيطرة على المنطقة حتى ينبع حيث تمر القوافل مزينة مسيطرة هنا أسلم قريبا من المدينة عندك في عصفان كانت غفار ضمرة كانوا فيها المنطقة هاي فكل القبائل الموجود من هنا حيث كانت القوافل تبعت مكة تمر محمد تعاقد معها بحيث أنه أصبحت قوافل مكة في خطر كبير جدا فهي من الأسباب تعاقد معها على أساس أنه يساعدوا يساعدوا يتجسسوا ويغاروا إلى آخرية فكل القبائل اللي جت في طريق التجارة عمل معاها محمد نوع من المعاهدات المعاهدات بعدين مضايقة الصعليك بقيادة أبو بصير لقوافل قريش أريد أن أقرأ من إمتاع الإسماع بمال النبي من الأحوال والأموال يقول وقد تمكن أبو بصير من إنزال ضربات موجعة بتجارة قريش اختار العيس وهو ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش فيسلب ما فيها من مال ويقتل من يقتل من المارة تجمع عنده قريب سبعين مسلم مسلم تجمع عنده بحسب النص هذا سبعين مسلم سبعين مسلم يقفوا أمام القوافل تبعة قريش يقتلوا من يقتلوا ويسلبوا ما يسلبوا فكانت هاي شغلة أزعجت قريش جدا وكانت من الأسباب هل ممكن تذكر لي كم سرية حصلت قبل بدر يعني باختصار حتى نمر لأمور أكثر أهمية سرية حمز بن عبد المطلب الأولى دي كانت في كم سرية عبد المطلب في الشهر السابع من الهجرة في ثلاثين رجل من المهاجرين والأنصار في الشهر السابع بعد مهاجر محمد سرية حمز اللي هو عمه بعته يعترض عير قريش وكان فيها أبو جهل وإشي السرية الثانية سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى بطر رابع في الشهر الثامن يعني بعدها بشهر بعد بشهر بعد سرية ثانية فيها ستين رجل لقي أبو سفيان بس ما صارش في حرب بيناتهم وما استلوش السيوف سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار بين الجحفة ومكة في الشهر التاسع من الهجرة يعني كمان شهر كمان شهر بالضبط غزوة الأبواء خرج محمد شهر الثناث من الهجرة يعني مر ثلاث شهور في سبعين من المهاجرين بلغ الأبواب الأبواء في منطقة ودان باعترض قافلة قريش يعني محمد عمل غزوات كثيرة قبل بدر أيوة وغزية ذي العشيرة غزوة أو غزوة ذي العشيرة وبعدين هاي المشكلة الأكبر سرية عبدالله بن جحش الأسدي في سبع عشر من الهجرة نزل في نخلة في مكان يعني بين الطائف ومكة واعترض قافلة لقريش جاي من اليمن يعني هو ما اكتفى هنا أنه يعني يعترض للقوافل اللي ذاهب وراجع على سوريا لكن بده كمان يخنق التجارة المكية بين اليمن فهاي كمان مشكلة كبيرة وشو صار فيها أنهم قتلوا الفرد عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وعادوا بالبضائع والأسيرين للمدينة فصارت مشكلة هون بقولك في هذه السرية وكانت هذه في الشهر الحرام في الشهر الحرام أول شي سمى محمد عبدالله يعني الأشهر المحرم فيها الحرب والقتال بين العرب معترف بين العرب أنه هذه الأشهر حرام فيها القتال حرام فيها القتال فسمى أنه أمير المؤمنين شايف كيف وبعدين صار في اعتراض من قريش قالوا أنك أنت عم تعمل حرب في يعني هاي سابق يعني شيء لم يسبق أنه واحد يحارب يعني لما كان يحارب في هذا الشهر كان يحتقر فأجت الآية القرآنية أنه يسألونك عن الشهر الحرام قل آيوة أنه حرب وإلى آخره شيء من هالنوع فيعني هاي السريات أو السلايا تركت تأثير سلبي وجعلت قريش أنهم يضايقوا من طيب أنا حكمل معاك لكن خليني أبدأ في أخذ مكالمات من المشاهدين الأخ علي من لندن أهلا بيك علو أخ علي تفضل علو أحن متل على الهدى علو أنا مستمعك أخ علي أبدأ أسمعك أو أسمع أبدأ أسمعني أنا أسمعك أكيد أخي أكيد أكيد سلام علي سلام عليك يا أخي هذه ليست من صفحات المسيحيين خدقين هاتين كيليل كريدي دي لقع مستمعدي يا أخي التليفون احنا ما بنتحكم فيه لازم نأخذ المكالمات لما نعرف الموضوع ما لديه علاقة بصفات المسيحيين ولا لا تفضل لا عليك ما عليك ما شيء مشكلة حبيتوا قولك حاجة الأولى ما لديه نظرنا بالدرجة أحسن بالفصحة لأنه ليس كل الناس يفهموا شمال الفريق الفصحة شوية ما نخدمهاش مليح لكن حبيتوا قولك هل هذا هجوم نحن نحلل غزوة بدر الآن هل هذا هجوم يعني لو حللنا أي حدث إسلامي في نظرك يعتبر هجوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظلت تجمع عليه يعني بدون سبب كان البوديست كان بزاف لماذا أنت منزعج لو حللنا غزوة بدر لماذا أنت منزعج من الأمر لا نزعج أنا مطلع أني نزعج لأني مطلع لازم نزعج لأنكم تنزعج كل يوم دائما نسبه في الإسلام لا 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 نسبه السب هو استخدام ألفاظ بديئة لتعيير شخص أو للتنقيس منه أو للحط من قدره نحن نناقش التاريخ الإسلامي يا أخي علي ما عليش خليني شرح لك ما وأنت تلقي التهم ولازم نرد عليها أنت تقول نحن نسب نشتم نعير سمعتني قلت ألفاظ مثلا بديئة سمعتني حطيت من قدر أي شخص سمعتني يعني قلت كلام بديئة لا أبدا نحن نناقش غزوة بدر هل فعلا هي كانت من عجل الله ومن عجل الإيمان أم كانت من أجل أشياء مادية هل محمد كان يقصد فقط استرجاع أموالهم المسلوبة كما يقول مسلمون أم كانت تعدي على قواف القريش ومحاولة قتل مكة اقتصاديا يعني نحن نتأل ولازم أنت تجاوبنا بالحجة لأنه أنا يعني أحاول أنظر ندرة تانية للتاريخ الإسلامي أنا بسبك أو اشتمك لا أبدا نتفضل تفضل أخ علي لماذا سمعه أبا جهل لماذا سمعه أبا جهل كان السيد حكيم وعاقم أنا عندي واحد يقرأ عربي ويفهم القرآن الكريم وما يدخل في الإسلام هذاك صح جاهل يعني أنت في نظرك كل واحد لم يدخل الإسلام هو جاهل أعلي ما يدخل الإسلام لا أبدا جاهل أشركي طيب إيه رأيك لو البودي مثلا قال لك يا أخ علي أنت لو لم تعتنق البودية أنت جاهل هل هذا منظور عادل يعني أنت تسمع لواحد بودي خلينا منك أنت تفهم لا 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 ليه التعصب للإسلام يعني الآن أنا أسألك أخ علي يعني الآن العالم كله جاهل فقط العالم الإسلامي هو الحكيم طيب واحد اللي يفهم لا الآن أنا سألتك سؤال محدد العلماء العلماء اللي في الغرب اللي صنعوا الأدوية وصنعوا الطائرات واللي يعني صنعوا القوانين العظيمة وصنعوا السيارات وصنعوا المطابع وصنعوا كل شيء هذوك في نظرك جهلاء وفقط الحكماء هم المسلمون لا لا جاوبني هل علماء العالم كلهم اللي مش مسلمين هم جهلاء وفقط المسلمين هم الحكماء نحن نقول إنما يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء إلا كانوا يخافوا ربي علماء إلا ما كانوا يخافوا ربي جهال جهال إلا ما كانوا يخاف الله أنت تعيش تعيش يا أخ علي أخ علي أنت الآن في لندن صح؟ أنا في لندن نعم ولماذا تعيش بقوانين الجهال وتستفيد من اختراعات الجهال لماذا لا تذهب إلى بلد الحكماء لماذا تستفيد من جهل الجهال لا لا روح للحكماء روح عند أحكم الحكماء في السعودية روح عند أحكم الحكماء في السعودية واستفيد من حكمتهم لا نعم عبر تفكر أنت في نظرك الغرب جاهل ليس حكيم هم كفار كل الناس الكفار هم جهالة فقط المسلمين هم حكمة وتهرب من بلادك اللي هي الجزائر مفروضة أنه بلاد إسلامية وفيها الحكمة وتذهب إلى بلاد الجهال منطق غير مقبول يعني أنت تخالف نفسك وتعارض نفسك بنفسك أعطيك كلمة أخيرة قبل أن أأخذ مشاهد آخر تفضل أخذ آخر من العراق أخ محمد أهلا بيك مساء النور تفضل أخي محمد من العراق مساء النور أخ رشيد المحترم سبقه أني اقتصدت أنا من العراق سبقه أني اتصلت عدة مرات الأمر لا يغير لا يغير من الأمر شي تفضل في الموضوع طيب 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 أنا أتساهم أن أرجوك لا تقاطعني أن تقولي لسان شيوخ الإسلام أين هم وفي أي جهر هم يكتدئون من هذا الكم من هذه الأدلة والبراهيم العالمية التي تفحم الإسلام والقرآن ونبي الرحمة هذا الكم الغائل منكم أنتم ومن أبونا زكريا محترم جدا أين هم من هذه اللكمات الموجعة أرجوك لا تقاطعني بحني أكمل أين هم من هذه اللكمات الموجعة المهلمة أتراهم أتراهم يكفاق يصافون على رزقهم أتراهم يدركون الحقيقة ولا ينفكون لأسباب المعلومة والساكت عن الحق كما يقولون شيطان أخرس إن من فيه قليلا من الوعي يدرك بعد أن يستعي إلى تناس الحياة أن زمان الإسلام والزيت والخداع أدوال لا دون رجع أطال الله في عمركم أبقاكم نورا أشكرك أخي محمد أشكرك أخي محمد وفعلا نحن نتسأل أين هم الكم الهائل من شيوخ الإسلام خليني أخذ أخ عزاز يمكن من الولايات المتحدة مساء الخير أخ رشيد مساء النور شكرا شكرا والأخوات المشاهدين أنا معك أخ عزاز أشكري من لا شك في أن الدين ينظم علاقة رأسية بين الإنسان والله العلاقة الأفوقية بين الإنسان وأخي الإنسان والعلاقة الأفوقية ما هي إلى نتيجة العمل الأول العلاقة الرأسية كلما زادت علاقة الإنسان وارتباطه وحبه لله كلما زادت حبه لأخي الإنسان وبذل وضح بنفسه من أجل إسعاد الآخرين وشاركهم في آلامهم وكلما زادت علاقة رأسية كلما زادت علاقة أفقية قوة ودساعة إن من علامات دين السليم هو إن كلما تعمق في الإنسان كلما زاد حبا ما هو تعليقك على ما نناقش اليوم أنه غزوة بذر يقول المسلمون أنها دفاعا عن النفس أنها استردادا لأموال المسلمين المسلوبة المهجرين قصرا من بيوتهم أنها كانت فقط لم يكن فيها ظلم من محمد أو تعدي على ملك الغير هي فقط دفاعا عن النفس واستردادا لأموالهم إي رأيك في غزوة بذر كافة الغزوات حوالي أربعين غزو ولكن غدر محمد عدائي وأمر باختيالي كل غزوات كان دفاعا عن النفس وليس لمجد الله دفاعا عن النفس يعني محمد كان يدافع عن نفسه لما واحد يعترض قافلة رجعة ومحملة بالأمور التجارية للقبيلة كلها هذا دفاع عن النفس لا أنا أقول أنه محمد أنا محمد ليس كان يدافع عن الله بس هو كان يدافع عنه عن مصالحه عن مصالحه يعني هو يريد مصالحه الشخصية لكن في نقطة رح أركض عليها أخبر شيء سامحني فيها ولكن أسف شديد أنا لم أجد هذا ينطبق على الإسلام إطلاقا بل إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كلما أزداد إنسان فيه عمقا كلما انغلق على نفسه وسأت علاقته ورفضه للآخرين وخاصة معه المخالفين له في العقيدة هذه نقطتين أنا بلاقي في الديانة الإسلامية برغم أنا من خلفي الإسلامية ولكن عشر سنين بالإيمان أمين نشكر الرابن أجل الإسلام هي خب والإعجاب بالذات مع تجاه العيوب والنقائص وكلما زاد الإعجاب بالذات كلما زاد المرض المشكلة هذه المرض ليس من المسلم لأنها مؤيدة في القرآن ألي عمران 110 بول كنتم خير الأمة أخرجت للناس أخرجت للناس ليس أن تكون أمة إسلامية خير أمة أخرجت للناس ولكن أين أفعال هذه الأمة من محمد إلى وقتنا الحاضر أشكرك أخي أزاز وربي بارك الدكتور عماري أنا أرجع لك إذن كما رأينا أنه كان فيه غزوات أو سراية سرية عبيدة بن الحارث سرية سعد بن أبي وقاس غزوة الأبواء كان فيه أيضا سرية غزوة بوات غزوة دي العشيرة سرية عبد الله بن جحش وكننا توقفنا عنها اللي صارت في 17 الشهر السابع عشر من الهجرة وقتل فيها عمر بن الحضرمي وأسر اثنين ووقعت في الأشهر الحرم المحرم فيها القتال إذن نجد على الأقل أنه حصلت ست أو سبع سراية أو غزوات وتعدي على تجارة قريش وسبقت بدر وكانت بدر هي واحدة من هؤلاء فكلها المسلمون يقولون هي الاسترجاع أموالنا هي الاسترجاع أموالنا المسلوبة هي الاسترجاع حقوقنا المسلوبة هي الاسترجاع بيوتنا وأهلينا اللي أجبرونا على تركهم هل في نظرك كل هذه الغزوات كانت لهذا الأمر؟ طبعا لا لأنه أي أموال لهم كلهم شباب اللي خرجوا من مك كلهم شباب وفقراء ومعدمين والصعالكة كانوا يعني يعملوا حروب ضد القوافل فكان المسلمين مطالبين يعني يعني لو أجى قانون دولي بده يحكم بده يضع على الأوس والخزرج محمد والصعالكة مئات الألوف من الدراهم ويجعلهم مطالبين طيب نيجي للغزوة نفسها دخلنا الآن للغزوة محمد انتصر بحسب المسلمين هذا كان انتصار إلهي انه عدد المسلمين كان بأقل بكتير من عدد قريش وحنيجي للأعداد في نظرك ايه اللي ساعد محمد على الانتصار على جيش قريش أهم شي العطش انه قريش كانوا في حالة عطش لما أجل ضمضم بن عمرو وصرخ اللطيمة اللطيمة يعني القافل فيها المال صارت في خطر الجماعة نفروا بسرعة طيب طيب لأنه الناس انت درست الموضوع لما تكلم عن ضمضم بن عمرو بالنسبة الواحد انت بتكلم صيني مين ضمضم بن عمرو مين اللي بعث وصرخ اللطيمة اللطيمة نعمل ابو سفيان المشاهد نفترض ان المشاهد لا يعرف القصة فهذا نعطيه القصة ابو سفيان هو كان قود القافلة ولما شعر فيه عرف انه فيه رصد للقافلة من الأوسل خزراج محمد راح بعث ضمضم بن عمرو يعني زي مرسول حتى يستنجد فمكة بسرعة طلعت حتى تنقذ أموالها فشو واحد بيطلع معه معه قربط مي يعني بسرعة ما كانش مستعد يعني مش مستعد طلعوا بسرعة لناشي جده القافلة فلما مندرس يعني معركة بدر منلاحظ انه مشكلة قريش كانت الماء خليني ابتدي أقرأ لك من المغازي الواقدي انه قال الحباب بن المنظر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله فليس لنا نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم فيها قليب قد عرفت عذوبة ماءه ثم نبني عليها حوضا ونقذف فيها الآن فنشرب ونقاتل هذا في المغازي لكن في ابن الشعب يقول نشرب وهم لا يشربون يعني الحباب بن المنظر هو اللي نصح محمد بطريقة حربية مخادعة قال له هذا المكان اللي ألزلتنا فيه هل هو وحي من الله ولا تخطيط حربي منك قال هذا تخطيط حربي ومكيدة منك إذن ننتقل إلى مكان نشرب فيه وندمر الآبار حوله لأنه فيه فيه رواية تانية أنه حيغور الماء حواليه فيدمر كل منابع المياه حوله ويخلهم عندهم الماء ويصير قريش في موضع صعب من ناحية الماء فعملوا حوض وجعلوا بعض المسلمين أنهم يعطوا الماء من الآن للمحاربين هنا نرى في تاريخ البخاري فلكن قريش خلصة الماء منها صارت تبحث عن ما أرسلت سقاء سقاء يعني يدوروا على آبار حتى يشربوا لكن محمد قبض على هؤلاء السقاء كان في الواقل الجزء الأول صفحة 39 إذن لما وصلت المعركة كانت قريش عطشة جدا لدرجة أنهم حاولوا أنهم يشربوا يعني لما بصطفوا يعني جيشين للحرب بيجي الجيش تبع قريش أول شيء يعني بدوا يعمله بدوا يحاول يروح على الحوض ويشرب منه رغم المخاطر بقرة فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله دعوهم يعني خدعهم قالوا خلوهم يجوا يشربوا فما شربوا منه رجل يوم إذن إلا قتل أضع ابن حشام والواقد إلى آخره يعني استغلوا الماء وصاروا يقتلوا الناس يقتل الناس كل واحد يجي يشرب يقتل تعرف لما الواحد عطشان جدا بيكون في حال بحالة نشفان يعني بدوا الماء على أي يعني حتى على سبيل الموت طبعا مش حيقدر يقاتل العطشان لا يستطيع يعني العطشان لا يستطيع أن يقاتل البتة خليني أقرأ لك حتى أثبت أنه قريش كانت في حالة نشفان بسبب العطش فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين دن من الحوض وعاهدوا الله لأشربن من حوضهم أو لهدمنه أو لأموتن دونه فشد الأسود حتى دن من الحوض فاستقبله حمزة من عبد المطلب فضربه فأطن قدمه فزحف الأسود حتى وقع في الحوض وشرب منه واتبعه حمزة فضربه في الحوض فقتله يعني أجى هذا المسكين بدي يشرب أجى حمزة ضربه ضربه في قدمه طبعا واحد بنضرب في قدمه وبيصير يفكر في قدمه هو لا صار يفكر كيف بدي يشرب هذا بيدلك على أنه إيه أنه في حالة لكن المسلمين يقولون أنه حاول أن يبر بقسمه فحاول أن يفيه بقسمه لأنه أقسم أنه يرد حوض المسلمين ويشرب منه وحاول أن يبر بقسمه لكن بورجيك حالة العطش الموجود فيها لأنه السقاء تبعهم ألقى عليهم القبض محمد فأصبحوا هم بدون ماء فهذا العامل الأول طيب إيه العامل الثاني؟ عامل الثاني إنه وضع الصعليك في المقدمة وكان محمد يعدل الصفوف ويطعن بالقدح فلما أنت بتدرس عدد القتلى بتلاقي أربعة عشر رجل قتلوا من المسلمين ستة من المهاجرين وثمانة من 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 الأنصار عدد المهاجرين أقل من عدد الأنصار طبعا لازم يكون العدد إنه ثلاث مرات ونصف عدد القتلى أكثر يعني ثلاث مرات يعني لازم يكون مثلا عدد الأنصار اللي قتلوا تمنتاشر وعدد المهاجرين ستة أكثر بالضبط لأنه عدد المهاجرين كانوا ثمانين بما فيه الصعليك والبقائية كانوا أنصار فكانوا ثلاث مرات ثلاث مرات ونصف تقريبا فإذا نازم يكون عدد القتلى تقريبا نفس تلت من المهاجرين والثلاث أضعاف بالضبط فهذا بدلك إنه محمد وضع الصعليك في المقدمة وبيعرف إنه الصعليك هذول برجعوش لورا يعني في نظرك إنه الصعليك لأنه كانوا في المقدمة لم يحصل عدد كبير من قتلى من المسلمين لم يحصل عدد أيه الصفات إحنا عرفناها في حلقة ماضية إنه صفات الصعليك كانوا مشهورين بالقتال وإنه الواحد ممكن يقاتل عشرة ممكن يقاتل عشرة وما بتراجع في حالة إنه يعني الضائق ما بتراجع هذا عامل أنا عاجز عامل آخر كان في المعركة كانت غير محبوبة من كثير من القريشي بسبب عدة أسباب منه أنه كان أولادهم مع المسلمين فبدهم مش يقتلونهم يعني سيقاتل بين الأب والابن يعني لا يريد الناس اللي بتاع قريش اللي يريدون أن يواجهوا هذا عائلاتهم عائلاتهم فلا يريد الواحد أن يقتل ابنه أو أخاه أو أي شيء من هذا خلينا أقرأ لك يعني من الواقدي بقول لك جلس عتبة على جماله عتبة ابن ربيعة هو ابنه هذيفة كان مع المسلمين يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه واجعلوا جبنها بي يعني إذا كان فيه جبن اجعله علي فأنا منهم رجالا قرابتهم قريبة ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم وأنتم لا تطلبون إلى دم هذا الرجل والعير التي أصاب وأنا أحتمل ذلك وهو علي قوم إن محمد كاذب يكفيكموه ذؤبان العرب ذؤبان العرب وصعليك العرب يعني قال لهم بكفيه صعليك العرب تركوا لي صعليك العرب يعني هذا شو بثبتلك بثبتلك إنه ذؤبان العرب وصعليك العرب كانوا موجودين مع محمد محاربين يعني هذا بشهادة الواقدي يا قوم لا تردوا نصيحتي ولا تسفه رأيي يعني عتبا كان يريد الناس أن يتراجعوا يتراجعوا لا يقاتلوا محمد بالزبط طيب إيه تاني في شيء ثاني هل كان فيه انقسام في الرأي بين قريش يعني بحسب دراسة الموضوع أنا وجدت أنه كان فيه انقسام كثير رجعوا أو تخلفوا عن المعركة منهم بني زهرة مثلا كان فيه كثير ناس رجعوا من المعركة بني زهرة رجعوا بني عدي بن كعب رجعوا عددهم كبير جدا ففيه اختلافات يعني بقولك ليش نحن نحارب طالما أنه القاتل رجعوا وهم جماعة مسالمين أصلا طيب قبل أن أرجع لأخذ المكالمات فيه أشياء حصلت في هذه الحرب تعتبر همجية ولا إنسانية في بضر بالضبط قام بها محمد وأتباعه هل ممكن تشرح للمشاهدين إيه بعض الأشياء الهمجية اللي حصلت في بضر وتتبت أن محمد لا نبي ولا مصلح ديني شوف هو استنزل آية كثير من الفسرين يقولها نزلت في بدر يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هذه صورة المجادر عد 22 يعني هاي شو عملت جعلت المسلمين أنهم يستعدوا لقتل آباءهم وإخوانهم من الآية هل حصل في حد قتل حد من أقربائه أبو عبيدة عامر بن الجراح اللي هلأ أصبح بعدين قائد قائد للمسلمين في سوريا وقت لاحق قتل أباه في نفس المعركة هذا أبو عبيدة بن الجراح قتل والده قتل والده هذا الحاكم في المستدرك اللي أكلوا وشربوا ورباه وصهر عليه أبو عبيدة قتلوا في سبيل الإسلام قتلوا مع أنه أبو يعني يعني على حق قارع دافع عن قافلة قتل أبو وهذا بتحريد من الآية 22 سورة المجادلة اللي استنزلها محمد بقول لك جاء رجل إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم فسمعت منه مقال قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلعم صنيعه يعني جاء واحد هذا غير معروف الاسم حتى أنه جاء وقال أنه وجدت من بين الأعداء اللي كانوا بيحربون وجدت والدي وسبك وشتمك أو قال مقالة قبيحة فيك قال بجوز شو هالمسلمين هذولا شو هاللصوص اللي جايين يسرقوا القافلة مدحكة هيك فراح قتله راح قتله محمد لم ينتقد صنيعه طبعا اللي ما بيعرفوا أنه في الإسلام محمد إذا لم ينتقد الفعل فهو أقره معناه تقرير من محمد ويعتبر صنة أنه شيء حسن وشيء جيد عمله لو لم ينتقده أو يعلق عليه تفضل عمر بن الخطاب اللي المسلمين بيفتخروا فيه يعني قدوا نحن في المدارس أدوى شونا بعمر بن الخطاب الفاروق والنجاب العدل شوف عمر بن الخطاب قتل خاله بدي أقرأ كلماته ولقد قتلت خالي بيدي العاص بن هشام بن البغيرة هذا الواقضي الجزء الأول صفحة 65 طبع خالك مفروض تحترمه طالع أنه يدافع عن عيره وأمواله قد تأتي أنت بتقتله إذن الآن عنا اتنين قتلوا آباءهم عمر بن الخطاب قتل خاله وهذا كله في سبيل المال وأخذ أموالهم وسلبها شوف أبو حذيفة يعني والده من خيرة رجال قريش أبو حذيفة ساهم في قتل أبي لما طلع أبي بده يبارز أجل أبو حذيفة بده يبارز أبوه طلعوا ناس إسلام قبله يبارزوا بده أقرالك من الواقضي يعني شيء محزن جدا أنا لما بقرأ هذه دموعي يعني يعني بينكسر يعني دموعي تضرف قول وكان عتيبة بالربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه إبنه أبو حذيفة يبارزه فلما قام إليه النفر أعانى أبو حذيفة بن عتبة على أبيه ضربه يعني راح ضرب أبوه ساعد اللي بيقتلوا والده حتى هذا لكن تصرع على أبوه شوه شوه الإسلام هذا الشوه اللي بيقتل الآباء واللي واللي آباء معهم حق يعني خلي الإنسان يدرس في أي يعني مهما كان الديان يدرس هالمعركة هاي جماعة طالعين يدافع عن عن قافلته عن قافلته تيجي أنت تقتل أبوك تعيني الآخرين على قتله اتركوا يبارز لحاله يا أخي على الأقل شاء بدي أكرارك ولما أمر محمد أن يلقو في القليب أخذ عتبة أخذ عتبة من ربيعة فسحب إلى القليب طبعا محمد صار يرمي الجذس القليب يعني هذا مكان يعني يرمو فيه الجذة الجذة القتلة أيوة عتبة قتل فصاروا يجروه حتى يرموه مع القتلة تفضل كمه فنظر محمد في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذ هو كئيب قد تغير لونه يعني بدأ ضميره يستيقظ شوي أبو حذيفة بيجر والده فبان عليه علامات الحزن الحزن فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء يعني ها يمكن بدأت تحزن على أبو على والدك هذاك عرف الخطر يعني مقاومة محمد دائما فيها خطور فقال لا والله يا رسول الله ما شككت بي في أبي ولا في مصرعه يعني ما اعتبرت مصرع أبي إنه خطر مش نادم عليه مش نادم ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام يعني حاولي برر حزنه أنا فقط حزين عليه لأنه ما دخلش إلى الإسلام أنا مش حزن عليه قتل هو معروف أنه والده عتبة رجل حليم ورجل صاحب فضل ورجل يعني إلوزنه خليني أنا وقف عند هذا الأمر يعني هو حتى يطلب من الناس أنه ما يحزنوا على قتل آبائهم يعني ليه أنت تحزن عليه هل يعني بتتعاطف معاه بتسنده يعني حتى الإنسان محروم من الصفات الإنسانية يعني يحزن على أقربه وبعدين أليس هذا اللي قتل صاحب الرأي والفضل باعتراف ابنه أهم من الصعالكة وأهم من الأس والخزرج اللي هم ولا عندهم رأي هل ممكن فيه أشياء تانية يعني حتى نوضح للمشاهدين لأنه هذا أمر مهم أنت تريدني أن أعطنق دين اسمه الإسلام هذا الدين يعلمني أنه يعني لا أواد من حد الله ورسوله يعني لا أسالم ولا تكون بيني وبين أي شخص يعادي أو يناقد محمد لا تطلب مني أنه يصير بيني وبينه مودة بل أقتله ممكن أقتل والدي ممكن أقتل ابني ممكن أقتل خالي يعني يعني واحد تاني قتل أخو قتل أخو طب أنت يعني هذا الإسلام اللي بتدعو إله دعيت إله المدينة هو ظهر طبيعته الحقيقية هو القتل وسفك الدم حتى بالإخوة إيه الأشياء التانية اللي في نظرك هي بشعة وهمجية ولا إنسانية محمد بتلذذ في قطع رؤوس الناس في بدر بيقول لك بعد ما أتى ابن مسعود برأس أبي جهل شو محمد شو قال بدأ أقرأ فوالذي نفسي بيده لهو أحب إلي من حمر النعم الواقد المغازي الجزء الأول يعني بيحب الرؤوس المقطوعة المقطوعة فكانوا المسلمين يأتون برؤوس الناس بيدين محمد أقرأ لك وعن واحد عن أبي بردة بن نيار قال جئت يا مبادر بثلاث رؤوس فوضحتها بين يدي رسول الله فقلت يا رسول الله أما رأسان فقتلتهما هذا برجع بيجيبوا حطه قالوا هذو تلاث رؤوس أنا قتلت اثنين منهم هذا بدل لك أنهم صعالك يعني الصعالك كانوا بمثلوا في أجساد الناس بعد قتلهم يعني ما فيش تمييز بينهم بين الصعالك لأنهم صعالك يعني لو أنت هدفك الناس يؤمنوا كنت وقفت يوم بدر أمامهم يا ناس أنا لا أطلب أي شيء أنا لا أريد أن أبارزكم لا أريد أموال لا أريد عرض هذه الدنيا أنا أريدكم فقط أن تعرفوا الله لو كان غرضوا أنه مهتم بخلاصهم أو حالتهم الروحية يا ناس أنا خايف عليكم من جهنم أنا لا أريد أن أحارف بتشوف واحد يعني بيحرد الأب على قتل ابن والابن على قتل والد والأخ على قتل أخيه ولا يهموا شيء ويجيبولوا الرؤوس حتى بعد موتهم وهو يعني بيموافق على الأمر وجالس يتأمل في المنظر وأنا جايب لك ثلاث رؤوس وواحد جايب له رأس تفضل يعني شيء محزن جدا هذه علامات قطاع الطرق هذه مش علامات العنبياء قطاع طرق وبعدين أمية بن خلف بطلب من عبد الرحمن بن عف لأنه كان صديقه في مكة بتعرف أمية بن خلف من زعماء قريش طبعا وكان بيلال عبد عنده وبلال عنده قال له أسرني أسرني يعني حتى ما ينقتل لما هزموا أمية بن خلف قال أسروني أسروني لصديقه عبد الرحمن قال له أسرني أجى بيلال قال لن أعيش إذا عاش هذا وصار يصرخ يا الأنصار أجوا الأنصار وقتلوا وقتلوا ابنه فهذا الزلمة يعني بيلال لم يريد أن أمية بن خلف يصير أسير أراده قتيل مع أنه هو طعما هو رباه في مكة لأنه يقولون أنه عذبوا في مكة يعني كان مش مأيد إسلامه فكان بالأولى أنه يسامحه يعني العبد يسامح سيده يعني عنده أفكار ثانية يعني لو كان الهدف روحي كان يقول له تتوب توب توب مثلا هل تطلب مثلا التوبة وأنا أعطيك فرصة لا أنا أريد قتل خلي يعيش كأسير على الأقل هل قتلك هو حتى تريد قتله هل نفس بنفس يعني لا قتله يعني لا قتله ولا إسير يعني عذبك عذبه على الأقل لو نحن فهمين العدل فهمجية لم يعرف نظيرها في الطريق بعدين الأسرع كانوا سبعين بقي منهم تسعة ورعين لأنه القتل الباقي شوف عمر بن الخطاب في المعركة يعني تقريبا واحد وعشرين أسير قتلوا قتلوا أثناء المعركة يمر على الأسرع هذا الفاروق عمر بن الخطاب ويأمر بقتلهم هذا الواقدي الجزء الأول صفحة رمعة سبعين يعني عمر بن الخطاب حتى مش احترام الأسرع يعني الأسير يعني أعزل ما صارش عنده أي سلاح وهو أسير الآن ومع ذلك تريد قتله بزرد واحد المسلمين يأسر نوفل بن خويلد طب هو من زعماء قريش المعروفين بيأتي علي بن طالب ويقتله ومحمد يكبر الله أكبر فإذا لا نستغرب أن نشوف الآن على الشاشات التلفزيون هؤلاء الإرهابيين يقطعوا الرؤوس ويكبرهم طب في العراق هذا اللي كان تبعا القاعدة لما يقطع الرؤوس والناس يتكبر يعني هل هي صورة مستحدثة وسمى نفسه أبو مصعب الزرقاوي على نفس أبو مصعب اللي قتل أخاه أخاه يعني هذا مش شيء مستحدث هذا مشتق من إيه من بدر من بدر بعدين شيء ثاني محمد يأمر بقتل سنين في الطريق وهم مين الحارث النظر بن حارث وعقبة بن أبي معيد ابن معيد ليه النظر بن حارث لأنه كان محمد لما يقف يحكي آية بالقرآن يقف كان عارضوا كان يقول لهم أينا أحسنوا حديثا طبعا هذا يعني نوع من شو بدي أقول لك المحادثة السري يعني المحادثة السلمية أو نوع من كيف بدك تسميها أنت يعني نقاش يعني لأنه كان يكشف مصدر كان يكشف أخطاء محمد أخطاء محمد لأنه درس في الحيرة فيعرف أن هذه أساطير أساطير راح بقول لك خلينا أقرأك من الواقع محمد ينظر إلى النظر بالحارث نظرة الموت نظر إليه نظرة الموت هذا لما محمد نظر إليه نظرة الموت فهم أنه حيط فبمين بد يستنجد صار بد يستنجد بمصعب بن عمير لأنه أقرب الناس إله شو بقول له والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حي هذا النظر بيقول مصعب قال مصعب والله إني لأراك صادقا ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود يعني لو أنت أساروك قريش ما كانوا قتلوك فقالوا آه صح لكن الإسلام ما في هذا الأمر يعني الأمور اختلف فقالوا الإسلام قطع العهود قطع الرحمة قطع الأخوة يعني هل هذا إيمان من الله الله يوصي بالأب بقول أكرم أباك وأمك حتى لو كان الأب يعني بإيمان معاكس صح حتى لو اضطهدك يعني لو كنت مسيحة حتى لو اضطهدوك أنت مطالب بحبهم حتى لو عملوا فيك أي شيء يعني أنت مطالب بحبهم من أول إلى الأخير لا فيش أي شيء فمشاهدين أنا أشجعكم على الاتصال سأبدأ في أخذ المكلمات والإيميلات ابعتوا الإيميلات على الإيميل الذي يظهر على الشاشة وطبعا سأقرأ الإيميلاتكم وأيضا أخذ مكلماتكم بعد هذا الفاصل لم يعمر بقتلي قد انتشرت في شبه العربية زمن محمد كما قلت مسيح بيحب مسيح جاء لي وخلصك ويبديه لو كنت إله المسلمين يا رب شيء كل حاجة من دماغي إلا الإسلام هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد بعد ما نزلت في مطار هيوستن تاكسس من الأردن إلى أمريكا تميت للكوريلة حربية العسكرية وتخفشت بعد فترة من زمن ملازم ثاني في الأردن كأي إنسان بيجي لأمريكا ما بعرف ناس اشتغلت بس بوي ديش واشر جانيتر من الانتحار إلى الإيمان حضيت الفرد في ثمي من الإسلام إلى المسيحية كنت بطلب أن أشوف واحد نوع مهنان السيس ينصحني يساعدني يحكي لك شو أسوي واحد من أقوى الاختبارات على برنامج سؤال جري أعود مشاهدين لتكملة هذه الحلقة من سؤال جري وأخذ بعض الإيمانات الأخ يوسف من الجزائر يقول سلام المسيح معك أخ رشيد دكتور عماري كل إخوة في قناة الحياة يقول كيف أن محمد الذي حاصر مكة لقتلها اقتصاديا وجسديا يعود في الأخير ويجعل منها بيتا لله يحج فيه جميع المسلمين هذا مناقبة كيف ليه هذا في نظره أنا مش عارف يقصد أي بالضبط لكن عفونا هو التراث الوثني لمكة بالنسبة محمد هو بديل للتراث الكتاب المقدس في روشليم فهو بدهوش يستغني عن التراث الوثني الموجود في الكعبة ولأنه كان يجذب الأوس والخزرج وبالنسبة هي القبلة تبعتهم لكن سؤاله أعتقد أنه أكثر تحديدا من هذا الأمر أنه محمد يعني ممكن نناقش هذا الأمر ممكن نختلف فيه حاصر مكة اقتصاديا لإرغامها على الإسلام حتى يستسلموا له ويصير هو الحاكم لأنه بعد هذا صارت المسلمين هم الذين يتحكمون في اقتصاد مكة صارت كل الأمور لهم فهو خنقها اقتصاديا حتى تستسلم لي ويصيروا هم المتحكمين في الهمور الاقتصادية والدينية الشعائر الدينية لمكة بذلك مش هذا صحيح هذا هو الصحيح نقرأ إيميل آخر أنه الأخ هاني يقول إذا كان الهدف من غزوة بدر استرداد أموال المسلمين فلماذا غزى المسلمون مصر وغيرها من الدول الإسلامية أتفق معك أخي هاني في هذا الأمر وفعلا لماذا غزوا شمال إفريقيا ولماذا غزوا بلدان كثيرة أبو وليد يقول يا سيدي لو فرضنا حتى أن الاضطهاد كان سبب الهجرة فإن الغزوات إذن كانت محاولة انتقامية من قبل عصابة فقراء قريش بقيادة زعيم المسلمين يعني فاردا أنه يسيدي اضطهادوهم فإذن الغزوات هي انتقام هي مش لنشر محبة الله والإيمان بالله هي فقط انتقام ما حصل ليهم الأخ سامويل مالك يقول أنا أحيي مجهودك الكبير في خدمة المسيح ويقول أيضا ردا على الأخ من لندن يقول أن الذي لا يعتنق لإسلام فهو جاهل يقول إذن أنا أتسأل كيف تتبع رسول نشر دينه بالاعتداء والقتل والسرق والنهب أليس هو وغيره ممن يتبعونهم الجهلاء يعني لو أردنا رد دي بدي أخ آخر يقول عند هروب بني إسرائيل من مصر أمرهم الرب بقتل الشعوب المجاورة وأخذ أرضها أليست هذه مثل تلك يعني محمد يعني عمل نفس الشيء اللي عملوا بني إسرائيل لما طلعوا من مصر قتل الشعوب يعني هو يريد أن يستدل على أن هذا أمر مشروع ما دام اليهود عملوا نفس الشيء لما طلعوا من مصر اليهود ما قتلوا الوثنيين حواليهم وما هجموهم كان أمر إلهي أنه الشعوب اللي كانت تقدم أولادها فدية للآلهة كان الله يغضب عليها والشعوب مثل سدوم وعمورة اللي كانت تمارس الجنس بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى وعندنا أمثلة أنه الله مش بس أدان القبائل الكرعانية الله كما نفهم العهد القديم أدان عدة قبائل كانت موجودة قديمة وجاب قبائل بعدها فمفيش أمر إلهي هل في أي مرة بني إسرائيل هجموا على قفلة حد وقطعوا الطريق على الناس طبعا ما كانوا الشيء عملوا هيدا هل كان في وهذا الاختلافات اللي لازم يفهموها هل كانوا يرغموا الناس على عبادة الله طبعا لا هل في أي وقت قالوا أن نحن سننتقم من مصر مداموا استعبدونا هذه المدة كلها سنرجع وننتقم وأخذوا أموالنا واستعبدوهم قرون أبدا ما عملوا هيدا فأيضا هناك اختلافات كبيرة فقط جوابا على الأخ جورج من مصر بعدين موضوع إسرائيل كان في فترة محددة إلى أن ولد المسيح صحيح وصار فيه هنا الناموس الملوكي يعني ناموس المسيح وكان صراع بين الدول بين قبيلة كلها أو دولة كلها أو شعب كله وبين شعب آخر وصراع على الأرض ومسألة حياته موت يعني هذه هذه الأرض مثلا يقول شعب الله المختار هذه الأرض لنا والتانين يقولون هذه الأرض لنا ففيه يريدون أن يغتصبوا منهم فمسألة أكون أو لا أكون يعني 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 ما حيمحوني من الأرض يعني ما أكون فما فيش خيارات لكن ليست أمر دائم مستمر للأبد مثل حروب المسلمين هي دائمة مستمرة للأبد مأمور بها كل مسلم في كل زمان وكل مكان ومأمور ضد كل من كان ليس مسلما في أي عصر كان تقليدا لمحمد بالضبط نأخذ إيميل آخر من الأخ مروان يقول أليس غريبا بأن الإسلام يقلب الموازين يجعل بالكذب من النور ضلاما ومن الضلام نورا يعني يغير حتى الفترة قبل الإسلام جعلها جاهلية ومن الدواء داءا ومن الداء داءا إذا طبقنا هذه المعادلة على تعليم محمد الإسلامية بطل العجب لكن محمد لم يكتفي بهذا بل قلب الموازين السماوية وجعل من المؤمن كافرا ومن الكافرين مؤمنا نأخذ الأخ من هولندا الأخ محمد أخ محمد من هولندا أهلا بك مساء مساء النور نكمل موضوع اللي احنا كنا برحلة في الإسبوع اللي فات اللي هو اللي هو اللي هو موضوع الغزو البدر أيو طيب بالنسبة لغزو البدر حضرتك شفت أن غزو البدر حاليا أن هي غزو خاطئة من محمد صح وأن محمد يعتبر فيها قاتل ويعتبر فيها أنه تعدى عن حقوق الناس طيب كان فيه نقطة فاتت من الدكتور ومن حضرتك مع بعض كنتم كلمتوا عن أن ما حدث أيام شيدنا موسى وما حدث أيام اليهود في مصر وأنه فيه فرق بينهم ومن بعض صح أنت بترفض أن الإله أن الرب يكون له علاقة بالعنف صح طيب كتشريع نهائي صح كتشريع نهائي وزي الفيضانات اللي بتحصل مثلا الآن أو الكوارث الطبيعية ما ليش دخل فيها ما فيش أي نص يقول لي أنه أنا لازم أعمل هذا الأمر لتدخل إلهي في الطبيعة اللي خلقها هو نفسه لا لأمر في غاية الله لأمر في غاية الله صح صح الله يريد أن ينفق هذا الأمر صح لأنه فرعون كان ظالم وتبع الشعب فغرق بعد ما خرج الشعب من البحر رجع البحر زي ما كان وغرق فرعون قريب هل عندك في الكتاب سواء الحديث أو القديم في العهد الحديث أو القديم أي آية أو أي صورة توضح وتقول إن الله لا ينزل غضبه من السماء ويجعله في يد عباد من عبادك المفروض في الأشياء مش أنه لازم ننفيها هي دايما موجودة أنت اللي لازم تتبتلي هل في عندك أي نص أن الله وجعل العنف في يد الإنسان الأشياء ما أنا أنت تريد أن أنفي لا أنا أنا أود لك أن أنت في استحالة أن الله يجعل العنف يعني يجمع بالعنف في يد محمد أو في يد يعني يضع العنف بيد الصعاليك رأيك يعني ومصعاليك طبعا صعاليك يعني ما إحنا عالج أنا أرى أرفضه أنا موجود في الكتب الإسلامية ده مش من عندي روح ابحث عن كلمة صعاليك ستجدها موجودة في الكتب الإسلامية وعتبة بالربيعة بيقول أن هذول ذؤبان العرب وصعاليك العرب معلش الدكتور عمار يخلي الأخ محمد فقط يكمل فكرته وبعدين أعطيك الكلمة للرد عليه تفضل الأخ محمد يا أخ رشيد لا كان عمر بن خطاب صالوكا ولا أبو وقر صالوكا ولا خالد بن وليد صالوكا بحسب استلاء على أموالهم والخروج من المجتمع والخروج من المجتمع والصير متمرد على المجتمع فهؤلاء كانوا صعاليك بحسب هذا التعريف أخر حبيب رشيد أول منزل في القرآن أن ربنا فرض القتال على الشعب المسلم أو على المسلمين كتب فرض القرآن عليهم الحروب فرض القتال وهو كره لكم وتخلف المتخلفون طيب ليه قاتل خلينا نحصر النقاش لأنه نقاش ممكن يأخذنا في كل اتجاه ليه عاملة بدر في نظرك يعني لو عايز تسميها بالمصطلحات الحالية الحديثة كأنها لا سميها أنت زي ما أنت عايز كمسلم أنت منتش عايز تقتنع يا أخ رشيد ولا الأخ الدكتور أنا أحط أي مشاهد تاني قل لي لماذا قامت بدر إيه الهدف منها أنت رفضت أنت رفضين فكرة أن القتال على المسلمين سيبك مني يا أخ محمد الآن أنت كمسلم أنا أعطيك الفرصة أمام المشاهدين كمسلم بماذا تؤمن يعني بدر قامت ليه لرد الحقوق التي اغتصبت بسبب الهجرة مثل ماذا مثلا مثل أعراضي كاتشولبت مثل إبل كاتشولبت نحن تكلمنا الأسبوع التي كنا يعني يعني يرد الأموال التي أخذت منهم جزء منها الأموال جزء منها الأموال حلينا نركز على الأموال مثلا لو كان أخذ والتحرش والتحرش بهم يعني يتحرش بهم يتحرش بهم لما العير راحت هل استرجاع الأموال قاتلهم بعد ما راحت العير هل بدر الآن لأجل استرجاع الأموال يبقى لافظ تحرش بهم كان يمكن أصح من الأموال طيب يتحرش بهم ليه يقتلهم هل هم قتلوا هل قتلوا أصحابه قتل والعذاب اللي كان موجود أثناء يعذب اللي عذبوه لو يريد أن يرد بالشيء يعذب اللي عذبوه ليه قتلهم أيضا هو وقف هنا وقف وهنا في قرار رجوعه لمكة يعني هو قتل اللي نفرد أنه كان بيصلي وبيضحك عليه ويقول لو أنت مجنون وبيرمو عليه الشوك زي ما تقول الكتب الإسلامية ما هو أخذهم أسر يرمي عليهم الشوك ويقول لهم أنتم مجنين ويقول لهم نفس الشيء هو ما عملش هذا هو قتلهم فالفرق ما بين هل تساوب بين القتل والاضطهاد مثلا أنا أسب واحد أشتم ويجي يقتلني لا القتل في الحرب لما تكون الحرب أصبحت حرب الحرب من ابتداها المشكلة أنه محمد اللي بيهجم على القفلة القفلة راحت ما فيش قفلة يعني راحت منه الأموال وهو أسر على أنه يواجه قريش حتى لو القفلة راحت ويقتلهم وجاءت لك وجاءت لي قريش للحرب معلنة الحرب جاءت للدفاع عن القفلة اللي كانت ستسرق من طرف محمد وأصحابه وهذا حق مشروع لأي دولة لو مثلا سفينة اليوم بتاع المملكة العربية السعودية اعترضها قراصنة في الصومال حيروحوا يبعثوا جيش يدافع عليها هل هذا ليس أمر مشروع أمر مشروع ولكن الحرب قامت ما بين المشلمين وقامت ما بين الكفار خليني أعطيك دليل تاني حتى أبين أنه بطلان مقولة الأموال استرداد الأموال لو كان الغرض استرداد الأموال بعد ما خلصت الحرب وأخذوا الغنائم وأخذوا كل شيء هل أخذ محمد الأموال وقال سنقسمها أنت يا فلان أخذوا منك منزلك بيساوي كام خد تفضل ده مبلغ المنزل بتاعك أنت يا فلان أخذوا منك جمل مثلا حقه كده كده تفضل خد حقه أم قسمها وأخذ هو الخمس عشان تعرف أنه مش استرداد أموال هي نهب لأنه قسمها بين التنين وأخذ هو الخمس بتاع الأموال كلها هل أخذوا من محمد الخمس محمد 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 أخذوا منه إيه المال اللي كان عنده حتى أخذوه منه ليه يأخذ الخمس من الغنائي ده 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 حكاية تشريع بقى من الله إذن مش الغرض ما هو أنت دلوقتي رجعت لنفس يعني مش الغرض لو أنت عايز تسترجع الأموال بتشوف كل واحد ضع منه إيه وأرجعها مش أنا أخذ الخمس لي والباقي قسموا أنتو بينكم لا الضياعان ما كانش ضياعان بقى اللي هي الحاجات الوحدة اللي هي هنا جموسة هنا بقرة هنا جمل لا قالت جال استرداد أنا حرجت يعني هل يسير اللي ضع منه اللي ضع منه عشرة آلاف درهم مثلا رغم أنه ما حصلتش مش ممكن جيب لي واحد ضع منه آلاف الدراهم من بين أصحاب محمد إحنا أثبتنا في الحلقة أنه كانوا صغار في السن وكانوا عبيد ولا ممتلكات ليهم يعني لكن جيب ليس كلهم عبيد ومش كلهم صغار في السن عمر بن الخطاب راح في واضحة النهار محدش اعتردوا في الهجرة أبو بكر أخذ منه معاه كل أموال ومحمد ما كانش حلته حاجة يعني راح هو فقير عديني واحد كان غني سلبة قريش منه أموال وما فيش في كل التاريخ الإسلامي يعني حجة استرداد الأموال مش حجة قوية يا أخ محمد أشكرك أشكرك أخي محمد على المشاركة على كل حال دكتور عماري أنا عندي سؤال في ناحية الأعداد المسلمون يقولون أنه ب314 محارب أو 17 بحسب الروايات المهم 300 وبدعة 10 كما يقولون شخصا ب317 خليني أخذ 317 غلبنا ألف يعني 3 مرات أضعاف الجيش بتاعنا فده دليل نصرى من عند الله ودليل على أنه محمد رسول من عند الله لأنه فئة قليلة غلبت فئة كبيرة تفضل هو العدد من الصحيح لأنه بحسب الواقدي خرجوا ب950 مقاتل طلعوا من مكة عددهم 59 رجعوا بني زهرة الواقدي يقول وكانوا مئة وقد قال قال كانوا ثلاثمئة طبعا بني زهرة هم فرع كبير من قريس سأتي لذلك إذن خليني أقول أنه 200 كانوا فمن تسعمائة وخمسين قد يشتلل سبعمائة وخمسين بعدين رجع بني عدي بن كعب هذا نراه في الواقدي المغازي و لما قابلوا مع عبد سوفيا عددهم كام هلأ شوف العدد بني زهرة هم من كلاب وقصي من كلاب اللي أجد كل الفروع ما عندنا وقت حتى نستعرض القبائل كلها لكن تقدرهم بكم عادي بن كعب عدد بن كعب هو أكبر قبيلة بين القبائل قريش البطاح لأنها جاي رأسا من لؤي بن غالب لذلك هم يقدر أقل شي بـ 400 أو 300 فبكون نقص العدد لـ 450 يعني لو اعتبرناهم 300 300 من 750 نزل 450 والباقين لو كانوا 150 لرجعوا مثل ما منفهم من النصوص معناها تظلوا 300 يعني تقريباً حيكونوا الأعداد في نظرك أنه تقريباً متقاربة متقاربة جداً رجعوا بنو زهرة وبنو عدي وبنو بنو عدي وبنو زهرة لحالهم هم نسبة كبيرة وأعداد ثاني آخرين وأعداد آخرين ذكرهم الواقدي بالمجهون ما عرفه شيء الإسلام لما يقوله ثلاث أضعاف هو مش صحيح تاريخياً ثانياً أنه هل العدد الأصغر عندما ينتصر على العدد الأكبر هو دليل وحي للعدد الأصغر لو انتصرت دولة صغيرة على دولة كبيرة هل هذا يعتبر أنه هم من الله خلينا نخذ مثال الإسكندر المقدوني الذي ادعى أنه ابن الإله زيوس أو زوس سنة 333 قبل الميلاد كان عدد جيشه 35 ألف انتصر في معركة ضد داريوس الثالث ملك الفرس إسوس معركة إسوس يقدر عدد الجيش بنص مليون يعني 500 ألف 500 ألف مقابل 35 ألف جيش الإسكندر 35 والجيش المعادي 500 ألف سنة 331 قبل الميلاد رد في معركة جاو جاميلة وغلب في هذه المعركة جاو جاميلة بحسب أريوس أو أريانوس 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 يعني المؤرخ المؤرخ اليوناني أريانوس في كتابه أناباس وفليكزاندر كتاب الثالث السبعة لسطعش يقول بأنه جيش الإسكندر كان 45 ألف المشاه تابعين الفرس كانوا مليون و40 ألف فارس و200 مركبة وحاربة خلينا نقول مليون فقط مليون يعني 45 ألف مقابل مليون في الحرب الأولى 35 ألف مقابل نص مليون وفي الحرب الثانية 45 ألف مقابل مليون وغلب الإسكندر ما خسرش ولا معركة بينما محمد خسر أحد أيوه هل يعني لو أجل اليونانيين بدوا يقولوا أنه فعلاً الإسكندر هو ابن الإله زيوس بناء على هذا الدليل ويبتدوا ينشروا ديانة في العالم يونانية مبنية على الإسكندر كإله ما عملوا الشيك لكن نشروا ثقافة يونانية بينما المسلمين للأسف اتخذوا بدر كعلامة نبوة لمحمد ونشروا ديانة ألغت الحضارات الأخرى صح فيعني للأسف شيء ثاني أن الصعليك مثلاً تأبط شراً تأبط شراً أغار على قبيلة خفعم فخرج أربعين واحد من خفعم ومحهم كبير القوم ومبدأ الصعليك عدم الهرب من أمام الأعداء فمنقرأ في الأصفهاني للأغاني الأصفهاني بقول فقتل الصعليك منهم عدداً وهرب الباقون يعني واحد مقابل أربعين هل معنى تعبط شر أنه هل معنى الله يؤيد رسالة الصعليك يؤيد رسالة الصعليك فهل انتصار الصعليك مع الأوسف والخزرج في معركة بدر معناته الله يؤيدهم حاشاً ناخد مكالمة من الأخت حبيبة من كندا أهلاً بك مرحبا أخي رشيد مرحبا أخت حبيبة تفضلي لا يعطيكم العافية بدي طلب منك رجاء كل هالكلام اللي عم تحكوه كل هالشيارات الترجموه لو بكتابة بالإنجليزي يعني نحن كعرب مثلاً قرآنين التاريخ الإسلامي وغزوة أحد بدي هالغرب هذا اللي عم بيفوت مهبة ودب صراصير عم بيعيشه بدي يفهموا حقيقة الإسلام لا 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 ما أنا أصفهم لا بصراصير ولا بأي شيء لا يعني هذا علي اللي اللي اتصل فيك من بريطانيا ما جلوبك ولا على ما أقول الفكرة أنه لو صحيوا وفتحوا أعينهم حيصيروا مثلي ومثل تانين يعني أنا لا أحب لما كنت مسلم حد يقول لي أنا صرصور يعني يعني ما علشي شو هو عم يعمل في بلاد غرب يعني اطلبوا أن الرب ينير أدهانهم حتى يفهموا ويشوفهم أشكري يعني هن بهم من العدد لا نفقد أملنا أشكري يعني العدد يعني ما علشي عنا بسوريا مثلا يقول كتر الجاج وقل البيض يعني أنا شو بهمني مثلا أبي الخافيار ولا ري بري أسلموا يعني بلا ما يفهموا لا تأخذني مدندم ولا يعرف فيش هدو لا إله إلا الله يعني كل هذا الحديث إذا بترجموا سبب الغزوات أول شيء اسمه غزوة يعني الناس قاعدين بأمان الله إن شاء الله خمسين واحد هجموا على ألف أكيد رح يحسنوا عليهم لأنه هدول جهين عم يغزوا غزوة يعني العالم بأمان الله ولا معهم سلاح ولا مستعدين لحرب كل عمر المسلم يهجم هلأ عمليات التفجير وعمليات ما فيش مواجهة ما فيش لحد هلأ الغزو موجود يعني هو حتى في بعض البلدان يقولون بذر غزوة بذر أشكرك أخت حبيبة لأن أنا مستمع أي شيء يعني ما خليتني أحكي أشكرك أخت حبيبة وأخذ الأخ إسلام من المملكة العربية السعودية تفضل نسأل خيرك رشيد ومسأل نور تفضل تحياتي دكتور عمال اللي بعزه وفوق راتي من فوق شكرا إليك شكرا الله يخليك بس أحب أوجه كلمة غيرة للأخ محمد من العراق والأخت حبيبة أنا معاهم في إزعالهم قد يكون كلامهم يستخدميني لبعض الشيء أو أغضبني بس أنا أحب أقول لهم حاجة يعني لو عايزين الرد لهم هم اللي كنبس مش عايز حد تاني من المسيحيين يشوفوا يخش على اليوتيوب يكتب انتشار الإسلام بالسيف فاضل سليمان أيو يكتب فاضل سليمان ويشوف الرد يا أخ أخ سليم يعني أنت عايز تعمل دعاية لحد أنت بتحبه أو أي شيء من هذا القبيل يا أخ الإسلام انتشر بالسيف دي حنتبتها وفي حلقة جاية بنعمة الرب حنتبت بأن الإسلام فعلا انتشر بالسيف لو أنتو تقولون أنه بدر قامت بالسيف ولنشر الإسلام وكل شيء لماذا تخجل أنه يقال أن الإسلام انتصر بالسيف يعني أنا بشوف أحيانا متناقضات طيب فيه سؤال تقريبا لأنه احنا قربنا من نهاية البرنامج يدعي المسلمون أن الملائكة ساعدوا محمد في الحرب أنه ألف من الملائكة نزلوا خصيصا لمساعدة التلتمية مسلم حتى يغلبوا الألف كافر يعني هل ممكن أنه الملائكة ينخرطوا في حرب همجية أنه الإبن يقتل أبوه والأخ يقتل أخوه الملائكة أسمى من هيك الملائكة قدسين وأسمى من هذا ثانيا أن الملائكة لا يدخلوا في معركة غير عادلة لصالح الظالم أن هؤلاء الجماعة جايين لكن ممكن يقول لك أنه هذا مش ظلم هذا عدل يعني هم بيحاربوا لاسترداد حقوقهم المسلوبة كيف استحقوا حقوقهم المسلوبة هم الجماعة يعني الصعليك قد سبوا وسرقوا قوافل مكة وقتلوا فكيف الملائكة تنزل في مساعدتهم في بدر شايف كيف فأنت شايف أنه دي أسطورة ولا إيه هي أسطورة بعدين لما نشوف الكتاب المقدس نزول الملائكة يعني سنحريب أجب يقضي على أرشاليم وكان الملك حزقية رجل تقي كمان نرى في سفر أشياء الأصحى 37 نشوف أنه كان بده بيد مدينة أرشاليم ويأخذ السكان إلى مناطق ثانية نزل ملاك وضرب 185 ألف ملاك واحد 152 ألف من الأشعالين فانسحبوا بعد ما احتلوا مدن يهوذة لكن هنا شو يعني الملائكة بده من 300 ضد 300 أو 300 ضد 320 ويعني لو نزلوا الملائكة فعلا بيبيدوا كل قريش ألف يعني ومعهم جبريل ومعهم جبريل بيبيدوا كل قريش فهي أسطورة طيب نأخذ مكالمة أخرى من الأخ رفيق من لندن أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أخ رشيد سلامي لدكتور عمار شكرا عماري شكرا لحضرتك ولجونة زكريا وأنا بسميها كنيفة الحياة بالنسبة للعبور اليهود من على البحر كانوا لازم يوصلوا لأرض الموعد وعلشان يوصلوا لأرض الموعد كانوا لازم يتقابلوا مع شعوب كتير وفيه شعوب كتير سمحت لهم أنهم يعدوا بدون حرب وفيه شعوب تاني ما سمحت لهمش فهو ما كانتش حرب تمثل زي حرب بدر أبدا بدر دي اعتداء إنما دول كانوا عايزين يعبروا عشان يوصلوا لأرض الموعد اللي هو ربنا مدها لهم وحتى لما أريحة يعني كانت وقتها فقدامهم هم عدوا حوالين أريحة سبع مرات والأصوار انهارت بدون ما يمسكوا سيف وبدون ما يقتل ابن يقتل أبوه ولا بدون الكلام السرح والهمجية دي خالص فده دي يعني توصيق لعهد ربنا إن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون وده كانت مرحلة في التاريخ لأنه جات بعدها تكميل الشريعة في السيد المسيح اللي شرع المحبة والسلام كمبدئين أساسيين للحياة ما بين البشر مالعادي الجديد ده حاجة تانية ومحمد إجا بعده يعني لو أنت جيت بعده ومفروض أن الشرائع تمشي في سمو يعني في تصاعد مش أنه تنزل للمنحدر بعد المسيح كمان بخمتمائة سنة الحاجة التانية بالنسبة للعدد لو العدد القليل بيكسب العدد الكتير ثم كده يبقى معناها كل المسلمين مفروض يبقوا يهود لأن إسرائيل شوف كام مليون وكم حواليها من الشعوب العرب قد إيه بالملايين الملايين وكسبت مصر في سيناء في خمس ست أيام يبقى ربنا معهم أيضا يبقى ربنا معهم يبقى مفروض بقى كل الشعوب الإسلامية لو هذا المبدأ يبقوا يهود بقى من بكرة أشكرك أخي رفيق فعلا ملاحظة ملاحظة أشكرك دكتور عماري وصلنا لنهاية البرنامج وأعزائي المشاهدين أعيدكم بأن الحلقة القادمة ستكون اختبار رائع هي حلقة مسجلة لا يوجد مكالمات مباشرة لكن اختبار رائع موعدي معكم بعده في لقاء مباشر على قناة الحياة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر